أطلقت تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة ستر وعفيا 2 بقفر شبين بمحافظة القليوبية شاركت في القافلة 13 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني كما ساهمت في تنظيم القافلة ما يقرب من 2000 متطوع وتنفيذي من مؤسسات التحالف الوطني واستهدفت القافلة تقديم خدمات لنحو 10 ألاف مستفيد عبر حزم متنوعة من المبادرات الاجتماعية بهدف تخفيف العب عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية